السلام عليكم ورحمة بكم في محاضرة جديدة وياكم الدكتور عمر القيسي اليوم راح اشرح لكم على موضوع مهم جدا للغاية اللي هو الهدك او الصداع طبعا الصداع او الهدك عرض مشهور جدا للغاية اذا كنت انت من المجموعة الطبية وكنت شخص يطلع على الفيديو مجرد معلومة فراح تستفاد ان شاء الله من الفيديو الصداع اللي هو شي مشهور جدا رغم انه كلش مشهور كنا نعرف عليه انه كنا نصابين بالصداع خلي نقول لهم في فترة من حاتنا لكن الحقيقة انه لحد الان مدى نعرف الميكانزم او الطريقة اللي دي يصير بها صداع مية بالمية فاغلب هالنظريات لكن اكو امور لازم نعرفها على الصداع الصداع لما نريد نقسمها طبعا ليش مهم تقسيمه وليش مهم نعرفه لان الصداع عرض لاشياء كثيرة طبعا ما لها حصر يعني انت اي شيء يصير بجسمك ممكن يؤدي له في مرحة معينة الى الصداع وبالتالي مهم تعرف انه هل هذا الصداع شيء بسيط عابر او انه مجرد انه حيدي لك الى عرف لشيء اخطر وشيء اكثر خطورة ولازم تحلى فلازم نعرف الصداع او الهديك فالهديك من العراض المشهورة جدا لما نريد نقسمها طبعا لقيت هواية تقسيمات في المراجعة الطبية اختارت التقسيمة الافضل اللي هي البرائماري والسكندري قسم المراجعة يسخنفوها على شكل اكيوت وكرونيك وغيرهم من الامور فشفت انه فيه هواية خربة طيال فردت انه هذا التقسيم يكون افضل واسهل للمتوقع انه يفهم من عنده المسألة البرائماري هديك نقصد انه مشاكل تصير في الرأس نفسه السكندري مشاكل في الجسم تؤدي لك الى الهديك في الرأس مشاكل ثانوية في الجسم ربما يكون احنا الناس تختلفوا ايا بالتعريف لكن قلت لكم انا هذا شفت الاسهل فاردت اوصله بطريقة سلسة طبعا للمعلومة اللي يمكن تصدم البعض انه بالفعل اغلب هذه الامراض منع لفرحنا السبب الحقيقي لها وهي ناس راح يختلفون ويايا لكن هذه الحقيقة اغلبها منعلم السبب الحقيقي لها لكن اذا نجي نسأل هل الدماغ نفسه يحتوي على مستقبلات للألم؟ الحقيقة الدماغ نفسه ما بمستقبلات للألم لعد واحد راح يقول لي دكتور زيني وجع الرأس لعد ابنين يجيني؟ وجع الرأس او الهدك الصداع هذا ما يأتي من الدماغ نفسه من البرين نفسه لا يأتي لك من الاوعية الدموية الموجودة في الرأس اللي هي الشرايين والاوريدة وطبعا الاوريدة تتخسم بالساينيس وغيرها المهم ويجيك ايضا من عد الاوعية الدموية من طبقات المنينجيس او السحايا اللي هي طبقات المحيطة بالدماغ هذه المناطقة هي اللي تحتوي على مستقبلات الألم فبالتالي لما تصوب انت بهديك عمليا فمستقبلات الألم في هذه المنطقة تكون متفاعلة لذلك نظريات انه كيف يصير الهدك اكثرها الدور حاول انه لو يصير عندك فازو كونستركشن وفازو دايليشن يعني توسع بالاوعية وتضيقها ممكن هذا يخلي لك انه لما الاوعية تتوسع ممكن مستقبلات الألم النوسي سيبترز اللي هي موجودة وخلال مستقبل الألم الموجودة قرب هذه الشرايين ممكن راح تاخذ الاشارة وراح تنطيك شعور بالألم فقسم كبير من اسباب الهدك يكون الفازو دايليشن اللي صير في الشرايين الموجودة في الرأس وهذا قد يفسر بعضها لكن مثل التنشن هدك اللي انه كاتبه ما يتفسر بهذه الطريقة فمن الصعب نحصرها التهاب السحاية ممكن يتفسر بطريقة انه يؤثر على السحاية وبالتالي راح تنطيك شعور بالألم المهم فنعرف التقسيم برايماري وسكندري راح ابدأ بالبرايماري البرايماري هدك البرايماري هدك طبعا هذا اللي اقل خطورة من السكندري مو دائما لكن بشكل معين السكندري صاحب باسباب ثاني هسا راح نجي له البرايماري منشأ انه عندك صداع ليش بالضبط اغلب هذه الامور ما راح نعرفها مية بالمية لكن عندك صداع التنشن هدك التوتر هذا التنشن هدك كلنا اصبنا بالتنشن هدك في فترة من حياتنا اللي لما انت يصل عندك صداع وتحس كأنه عصابة ملفوفة على رأسك ومضغوطة كأنه باند على رأسك موجودة واحد شاد لك عليه تحس انه ايش في شد في منطقة الجبهة وانت داير بهذه الطريقة هذا التنشن هدك طبعا ممكن الألم يستمر لمدة 24 ساعة يستمر لفترات معينة خلال الأسبوع ممكن تصل لأقل من 15 مرة في الشهر يجيك هذا بشكل يعني بالشهر على عدة أيام مثل لقيت لك مثل عصابة ومجدودة على رأسك وممكن لو تطور جاك اكثر من 15 مرة خلال الشهر لمدة 6 شهر ممكن راح نسمي كرونيك تنشن هدك هذا مهم كلش لكن بس تفهم الفكرة فالتنشن هدك هو اكثر نوع مشهور سببه بالضبط مجهول لكن قسم يقولون لك المتوتر الحالة النفسية يعني واحد دخل بدبريشن اكتئاب وغيرها من الامور وكانت حالة النفسية متأثرة دخل بسترس عالي في الفترة الأخيرة ممكن يصبح عنده تنشن هدك أما سبب الأصلي فهو مجهول لحد الآن لكن أعرف أنه هذا ما يعتبر هدك خطير جدا درجته من خفيفة إلى متوسطة فما يعتبر خطير جدا هذا بالنسبة للتنشن هدك التنشن هدك هو طبعا أغلب أدوية اللي ناخذها احنا للهدك أو للصداء كلكم تعرفون عقارة البراسيتامول البراسيتول موجود وغيرها من الأدوية مثل أسبرين ومجموعة النونسترويد الأنتي انفلماتري درج ممكن تشتغل عندنا على التنشن هدك هذا أفضل هدك يشتغل أو تشتغل عليه هذه الأدوية فنذكر التنشن هدك وقلنا مثل العصابة مجدودة على الرأس الكلستر هدك كلستر يعني معناها طبعا بالانجليزي عنقودي ومش معناها عنقودي لكن نفهم الفكرة كلستر هدك هذا هدك درجته عالية هذا هدك أو صداء قوي جدا نحس أكثر في منطقة حول العين حول محجر العين بهذه المنطقة ويكون شديد جدا طبعا أكثر الوقت نسيت أقول لكم أن التنشن هدك يكون بايلاترال يعني تحس الألم من الجهتين أما الكلاستر هدك فيكون يوني لاترالي أما بين يمنى أو اليسر تحس عند منطقة العين نفسها ويكون ألم شديد جدا وبيه إحساس من الحرقة يعني مراتي يقولون كأنه واحد دخل قطعة جليد بعينه بهذا المعنى يعني فهذا الكلاستر هدك وطبعا يكون أكثر عند الرجال ليش الله أعلم لكن يكون أكثر عند الرجال طيب يا دكتور هذا الكلاستر هدك هل يعتبر شديد جدا نعم يعتبر شديد جدا هل إلى حال نعم أكو إلى حال علاجه الأكثر نمطي 100% أكسجين إذا ما نفع ممكن عندنا عقار اسمه تريبتان ممكن يقلل لك الألم وفي أيضا حالات ثانية ممكن نستخدم بها أشياء ثانية لكن هذا بشكل سريع ومجموعة عندنا مجموعة دبائية من مجموعة الأرغوتامين ممكن نمطيها في هذه الحالة طيب نيجي على المايغرين المايغرين أيضا مشهورة جدا اللي هي الشقيقة باللوية العربية طبعا الشقيقة شنو الصداع النصفي من اسمه صداع نصفي إذن رح يكون فيه نصف الرأس في يونيلاتر الموبايلاتر الموبن الجهدين وين يكون موجود هذا يكون على الجبهة وانت رايح إلى الخلف هذا الصداع النصفي طيب اللي ميزة مثلا واحد يقول لدكتوريس الكلاستر هدك كيف ميزة ما هو أيضا كان يونيلاتر رقيت لك كثيرا في محجر العين ونسيت أذكر لك أياما معلومة بالكلاستر هدك بالكلاستر هدك نلقى مرات أحمرار في العين وممكن يصل عندك شغلة اسمها هورنر سندروم في العين يعني إيش الجفن يسقط وتتوسع حدقة العين في حالة الكلاستر فالعين تتأثر بهذا المعنى يصل عندك أحمرار كونجكتفايتس ممكن وغيرها بالكلاستر أما بالمايغرين فراح نشوف شغلة اسمها أورا شنو هذه الأورا اللي هي باللغة العربية اسمها هالة المريض قبل ما راح تصير عنده نوبة المايغرين أو هجمة الشقيقة راح يشوف مثل ضوء مر أمامه أو ضوء اختل أمامه بمعنى أنه فت شيء يتغير يسمون نيرو البرسبشن الواقع عنده اختلف ممكن يسمع صوت معين ممكن يشوف شيء معين ممكن مرات يشم شيء معين يحس أنه إجا طبعا هذا شيء ممكن واقعي هذا شيء يكون مجرد دماغة ينطيل إياها قبل ما راح تبدأ نوبة المايغرين هذه مهمة جدا وأيضا بالمايغرين عندنا فوتو يعني يكون حساس لضوء ما يحب يروح بمكان مضيء يحب مكان مضمم ونفس الوقت ممكن ما يحب الضوضاء وما يحب هذه الأمور فهذه بالنسبة لمايغرين شون نعالجها علاجات العامة للتنشين هندك ممكن تشتغل اللي هي براسيتامول ومجموعة الأنسيتس ممكن تشتغل بهذه الحالة لكن مو بشكل فعال ممكن نستخدم أدوية المسؤولة عن الشرائين ليش؟ لأنه هو قسم يفسرون المايغرين نفسها بأنه هي خلل في الشرائين يؤدي إلى توسعها ويصد عندك فازوسبازم اللي هو يكون أنك تشنجات تصيب الشرائين ويتأدي لك إلى هذا الألم فأدوية أغلبها راح تشتغل على الشرائين مثل التربتان نفس اللي قبل شوية انطلنا لكلستر هديك والمجموعة الأرغوتامين ممكن أيضا تشتغل وأيضا مجموعة البتا بلوكر وعلي قولي لكتور بلوكر للقلب شعليها بالمايغرين وقلت لك تفسيرها أنه هي مرتبطة بالشرائين لكن لازم نتذكر هذه المجموعات تعطى بحذر للأشخاص اللي عندهم مشاكل في القلب لأن هذه أيضا راح تؤدي لك ممكن تقلص في الشرائين فلازم نخلي هذه النقطة في بالنا لما نستخدم هذه المجاميع الدوائية ويالمايغرين طيب إلتراي جمينل نيروليجيا أو نيرولجيا إلتراي جمينل نيرولجيا هذا يصبح عندك ألم في إلتراي جمينل نيرف طبعا إلتراي جمينل نيرف عصب حسي جاي بهذا الشكل جاي بهذا الشكل ونازل رايح إلى منطقة العين والوجه والفك هذا العصب إلتراي جمينل نيرف لو تأثر أو صار بيخلل طبعا ليش بالضبط أيضا ما معلومية بالمية راح يأدي لك مرات إلى ألم شديد نسميه أكسي كروشييتي يعني ألم شديد جدا ألم فد مرة قوي إذا قد ما تتخيل أنه قوي هو ألم قوي في منطقة الوجه منطقة التراي جمينل نفسه على منطقة التراي جمينل طيب كيف راح يميزه على أكثر هذا يكون يونيلاترال اللي ميز التراي جمينل النيرولجيا اللي هي شنو أنه الألم راح يصير زيادة عنده أو راح يصير عنده تريجر يعني راح ينشأ لما يصير عندك مضغ أو لما شخص يتكلم فهذا تلقى أصلا ما يحب يحكي أو يتكلم لأنه ممكن راح يؤدي له إلى تفعيل التراي جمينل النيرول وبالتالي يصير عنده الألم فهذا يكون أكثر مرتبط بمنطقة التراي جمينل وعلى طول التراي جمينل طيب شنو العلاج لهذه الحالة تشتغل عندك علاجات اللي نستخدمها للسيجر للنوبات الارتجافية والصراعية مثل الكارباميزابين طبعا هذه الأدوية رغم أن تشتغل هي للصراع وغيرها لكن أيضا لها تأثير على الألم وتقليل الألم فراح يشتغل أن عقار الكارباميزابين بشكل جيد وهي الترايجي من النيرولوجيا وغيرها من عقارات مثل الفينتوين وغيرها في هذه الحالة طبعا عندنا هواية قايدلاينز أيضا هواية أدوية ثانية ممكن نمطيها إذا مفاد راح نلجأ إلى الجراحة في هذه الحالة حتى نقل الألم وغير يقول لي دكتور ليش ما هو ألم في الراس أقول لك ألم شديد جدا راح يأثر بالتأكيد على حيات المنط فلازم تتخلص من عنده بأي طريقة طيب ساينوس هذيك أتصور واضحة ساينوس اللي هي الجيوب الأنفية يعني راح سعندك أهم في مراطق الجيوب الأنفية وهذا الأن طبعا لما تضغط على الجيوب الأنفية راح أيضا يزيد وأيضا سعندك رينوريا اللي هي راح ينزل من الأنف السوائل من الخارجة من الساينوس هذي وبالتالي سيران الأنف فبالتالي أتصور واضح أغلبها هي بكتيريا ولازم ننط أنتبايتك إضافة إلى الأدوية الخاصة بالهديك مثل الأنسيتس وغيرها لكن لازم هذه الحالة أيضا ننط أنتبايتك وطبعا هاي أمور ثانية لازم نسوي فحوصات حتى نعرف سبب اللي مؤدينا إلى ارتهاب الساينوس أو الجيوب الأنفية فأتصور واضح بالنسبة للبرايمري هذيك طيب نجي على السكنداري هذيك أو الثانوي برايمري أولي هذا الثانوي الثانوي نقصد أنه عندك هذيك بس سبب إيش سبب شي ثاني بالجسم أدى لك إلى الهذيك طبعا أكثر أسباب شائعة هي مو اللي أنا ذاكرها أكثر أسباب شائعة هي آخر نقطة اللي هي مثلا ارتفاع منحفاظ ضغط الدم ارتفاع منحفاظ السكر ممكن تؤدي لك هذيك ثانوي إضافة إلى شغلة اسمها هرمونال اللي شنو نقصد هرمونال يعني اختلال الهرمونات بالجسم وطبعا هذا أكثر يصير عند النساء بشكل أكثر وخاصة عند فترة الحمل أو لما تختل الهرمونات في الدورة الشهرية وغيرها أيضا عند الرجال إذن صر له اختلت الهرمونات بس أكثر يطلق عند النساء لأنه ممكن الاستروجين لما تصير عند زيادة كبيرة راح يسوي لك وممكن يدي لك إلى هذا الهديك فبالنسبة هذا الهديك اللي هو الهرمونال طبعا أكثر ما يكون بهذه الشدة لكن الفكرة من الهديك هنا مو الهديك نفسه لكن أسباب سببتها فلازم نشوف ضغط الدم نشوف نسبة السكر في الدم وأيضا الهرمونات في هذه الحالة لو كان فيها تغير أو لو صار عندنا حالة معينة قدت إلى تغير الهرمونات مثل الحمل وغيرها ممكن نعرف أن هذا سبب الهديك في هذه الحالة فهذه نقطة مهمة جدا فيكون الهديك دلالة على شيء ثاني في حالة السكندري طيب نجي للقائمة الآن من الأول في السكندري أي شيء يسوي لك شغلا نسميها occupying space legion أو يا دكتور طجانة مصطلح جديد لا تخافون من مصطلح occupying space legion يعني تدمر أو خلل معين يؤدي إلى احتلال مساحة معينة في الدماغ وبالتالي راح يزيد لنا شغلة اسمها intracranial pressure يعني زيادة الضغط داخل حجرة الرأس ولو زاد الضغط داخل حجرة الرأس الصور الواضح لما الدماغ راح يزيد حجم مو الدماغ لكن الضغط داخل الدماغ راح يأدي لك إلى الضغط على الشراين وعلى المنينجيس على الطبقات السحائف وبالتالي راح يصد عندك هدئك فأي شيء يزيد لك intracranial pressure راح يأدي لك إلى هدئك شنو يا دكتور الأمثلة intracranial hemorrhage لما ستعندك نزيف داخل الدماغ في حالة hemorrhage stroke sub arcenoid hemorrhage طبقات السحاية epidural subdural كلها راح تأدي لك إلى هدئك شنو نميز الهدئك في حالة زيادة بال intracranial pressure أول بال space occupying نيجن انصح التعبير يصد عندك شغلة سمها focal neurological فوكل يعني بؤري ونينولوجيكال فاينيك يعني مشاكل عصبية يعني لحسن عندك شلل في منطقة معينة فقدان احساس في منطقة معينة خلل في وظيفة عصبية معينة وبالتالي لو صار هدئك زائدا فوكل نينولوجيكال فاينيك يعني مشاكل عصبية ثانوية لازم تستشير طبيب ولازم طبيب يسوي ايش فحوصات لهذه الخلل لأن هذا الشي خطير هذا معنات انه اكو خلل معين عوف الهدئك اكو خلل اكبر من مجرد هدئك في هذه الحالة فبالنسبة لل intracranial hemorrhage قلت لكم خاصة السابار كينويد طبعا في هذه الحالة السابار كينويد لما يصير راح يزيد لك intracranial pressure وبتالي يسوي لك هدئك ولازم هوايا معلومة ايضا تعرفوها السابار كينويد هوايا طلاب قبل يروحون لللمبر بانكتشر هنا خطأ لازم نشوف اذا عندنا بابيلا ديما ولا ما عندنا لانه زيادة intracranial pressure وانت راح تسحب من السائل الشوكي CSF وتسوي المبر بانكتشر هذا خطأ لانه يسوي لك brain herniation فلازم تتأكدوا من اكو بابيلا ديما ولا ماكو اذا ماكو ممكن تسوي في هذه الحالة لكن الأفضل تسوي له CT scan لانه CT scan راح يطلع لك النزيف في هذه الحالة فنذكر اصلا بالاغلب CT scan يستخدم بهذه الحالات لانه هو ايضا اقوى من الامراي في مسألة ظهار الدم فنذكر intracranial pressure شنو بعد اكو دكتور بعد شغلات زيادة لك الضغط داخل حجرة الرأس او الزيادة intracranial pressure brain tumors اللي هي شنو اورام الدماغ الاورام اللي تصير في الدماغ اكيد راح يصير عندك ايش زيادة شنو عراضة هذي طبعا تصير progressive يعني هو مو نفس الهدك ظل ثابت لا هدك بدأ 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 زاد بالحدة مع الوقت ليش كل ما ينمل ورم يزداد الهدك فهذه دلالة مهمة وايضا نصير عندك ممكن projectile vomiting يعني ايو بس بشكل ايش كأنه قذيفة لتخرج يعني مو من هذا المعنى بس القصد يعني حتى تعرفه يعني قوي جدا فممكن نعتبر في هذه الحالة عندنا brain tumor وايضا ممكن يأثر لك الى مشاكل في البصر adenoma وغيرها لانت راح تأثر على optic chiasm وبالتالي راح تأثر على منطقة التقاء العصبين البصريين وبالتالي ممكن تؤدي لك الى مشاكل في البصر فهذه نتذكرها فاتذكروا focal neurological finding طيب المنينجايتس التهاب السحاية التهاب السحاية والسباركنويد قبل شوية قلت لكم هيمولوج يشتركون في الأعراض الهدك نبتها تبعهم الفوتوفوبيا خوف من الضوء وايضا النوكل رجيديتي أو التصلب اللي راح يصير طبعا راح يصير عندنا كرنينج ساين وبريدزينسكي ساين اللي حب يرجع لها عندي فيديو خاص لها على اليوتيوب للمنينجيال سندروم ما تصور كان موجود أو المنينجايتس شارح به الأعراض اللي تطلع في حالة التهاب السحاية بسبب دم أو بسبب مراضي مثل بكتيريا أو غيرها فالمنينجايتس أكثر طبعا بكتيريال في هذه الحالة نأخذ ونشوف شنو الموجود عندنا داخل السحاية سواء كان فيروسي أو بكتيريا أو كان مثلا غير الأمور ثانية فنعرف في هذه الحالة إذا عندنا اتهاب السحاية فنتذكر اتهاب السحاية راح يسوي لك علامات تصلبية مثل بريدزينسكي وال كرينيك ساين وأيضا فوتوفوبيا خوف من الضوء ونوكر رجيديتي تصلب الرقبة يعني لما يحرك يحاول يحرك أجزاء جسمها راح يحس في ألم في منطقة الاسباين أو منطقة الحبل الشوكي طيب تيمبرال أرترايتس تيمبرال أرترايتس هذا مهم جدا التيمبرال أرترايتس هذا يصير لما عندك في منطقة التيمبرال ومنطقة الصدغية هذه الجانب من الرأس هذه في عندنا شريان اسمه تيمبرال أرتري هذا الشريان أسهل عن توصيل أيضا الدم إلى العين فهذا خطر جدا لو التهب هذا الشريان طبعا هذه من أمور والتهاب أباط الشريان طبعا يسمى مجاين سيل أرترايتس هذا لو التهب راح يسوي لك هدك في هذه المنطقة لكن هذا الهدك شي وقت يصير لما يصير عندك لمس لمنطقة الشريان هذا يعني تندرنس عند اللمس لما تلمسها راح يصير عندك ألم يزداد بشدة تندرنس مع اللمس وأيضا راح يصير عندك مشكلة في البصر فبالتالي لو صار عندك مشكلة بالبصر وتندرنس على منطقة الصدغ هذه علامة خطيرة لأنه ممكن عندك اش تيمبرال ارترايتس أو جاينت سيل ارترايتس هذه الحالة لو أهملت راح يمكن تؤدي لك إلى فقدان البصر فهذه مهمة جدا لازم نعرفها شون علاجها تنطي هاي دوس كورتيكوستيرويد أو جرعة منستيرويدات بشكل عالي وأيضا تعمل البيابسي لهذه المنطقة حتى تشخص المسألة 100% اللي هي نسميها سرقاق العين أو زيادة المياه داخل العين طبعا هذا الاكواسيومرس لما يزداد داخل العين راح يؤدي لك إلى زيادة بالانترا وراح يؤثي لك على العصر بصري اللي اسمها غلاكوما هذا يؤدي لك أيضا إلى وجع الرأس طبعا مع مشاكل وغيرها يعني يكون ضبابية في الرؤية وغيرها أتصور واضحة تكون المسألة فهذه أغلب المسائل اللي تأثر لك وتسبب لك هدك اللي هو صداع الرأس شنو علاج هذه الحالات كل حالة تعالج بشكل منفصل في عندنا هدك هدك نعالجه واحد لكن لازم نعالج السبب في هذه الحالة حتى نخصر من هدك مو فقط تنطي أدوية حتى توخر الأعراض وهذه مهمة جدا لأن هذه الأعراض لأشياء أخطر ففقط معالجة سبب المؤثر أرقاكم إن شاء الله في محاضرة جديدة إلى ذلك سلام عليكم